محمد صلاحبي يتصدر قائمة المحترفين المبدئية لمعسكر المنتخب استعداداً لليبيا الحقيقة من الواضح أن كارلوس كيروش المدير الفني الجديد لمنتخبنا الوطني ومعه جهاز الفني كابتن ضيا وكابتن محمد شوقي وكابتن عصام الحضري وكابتن واقل جمعة مديراً للمنتخب الخماسي ده الحقيقة عامل لشغل جيد جداً ومن الواضح أن الأمور بتتغير للأفضل خلال الفترة الجاية وهو المطلوب إحنا كلنا في ظهر منتخبنا كلنا في ظهر الجهاز الفني للمنتخب لأنه في الحقيقة أن أنت عندك مباراتين مهمين جداً جداً مباراتي ليبيا يوم 9 ويوم 12 عشرة إن شاء الله المباراتين دول يتأكد يوم ورسول منتخبنا للمباراة الأخيرة إن شاء الله إن شاء الله لو ربنا كرمنا في المباراتين دول إن شاء الله مع اللي بيحصل ومع الأسماء الجديدة اللي احنا سمعنا يعني محمد صلاح اختار منتخبنا الوطني للمحترفين أو مجموعة من المحترفين محمد صلاح وأحمد حجازي التحاد السعودي وأحمد حسن كوكا من كونيا سبور التركي ومحمد النيني أرسنال الإنجليزي ومصطفى محمد من جلاتة سراي التركي وسامي مورسي إبسويتش الإنجليزي وعمر مرموش شتوتجارد الألماني وأحمد ياسر ريان التاي سبور التركي وكريم حافز من مالتيا التركي دي مجموعة المحترفين اللي حيكونوا متواجدين مع منتخبنا الوطن إن شاء الله في مبارتي ليبيا